وتعتبر العلاقات البحرينية المصرية علاقة قوية ومتأصلة تجمع أبناء البلدين على المحبة لها جذور ثابتة ومواقف مشرفة بالإضافة إلى التعاون المستمر في مختلف الميادين العلاقة بين البحرين ومصر ليست وليدة اللحظة بل هي علاقة متأصلة صلبة وقوية وصادقة لم تغيرها السنين فجذور المحبة عميقة ثابتة لطالما جمعت القيادتين والشعبين على الحب والتواصل المستمر على كافة المستويات فهذه العلاقات تحمل في سجلها تاريخا حافلا بالمواقف المشرفة في مختلف الميادين شعب البحرين شعب كريم ومن الأسرة الحاكمة إلى عامة الناس يعني الرعي والرعية على خلق وناس يتمتعون بالكرم والطيبة عنديهم العلاقات الإنسانية يعني أنا أسمي البحرين في نظري أسميها لقلعة الخليجي البحرين ومصر أو شعب البحرين وشعب مصر يعني متقاربة جدا متشابهة جدا في العداد والتقاليد البحرين شعب كريم أهل كرم الواحد هنا ما حسنش بغربة يعني بالفعل يعني كأنه موجود في مصر بالضبط بين أهله وارتكازا على هذه العلاقة المتميزة فنجد دائما بأن شعبي البلدين يتبدلان رسائل الحب والتقارب حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشترك الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة كما يسجل التاريخ العديد من المواقف السياسية الداعمة من الطرفين للآخر ما يؤكد على عمق العلاقات البحرينية المصرية بين أبناء البلدين مصر والبحرين بلد واحدة شعبين لكن عايشين من زمان كشعب واحد مو شعبين أهل البحرين بيحبوا مصر جدا ومصر بتحبهم جدا بنتشرف أن احنا دايما نبقى في البحرين بنتشرف دايما أن فيه تقارب فكري فيه تقارب ثقافي فيه أهداف مشترقة مش بس على شكل الدول ولا على شكل القيادات السياسية وإنما على شكل الشعوب زي ما احنا بنقول على مصر ومد دنيا فالبحرين أرض المحبة والسلام صعب أن واحد يدوص في العلاقة علاقة البحرين بمصر وصعب أن أنا كمواطن مصري عايش على أرض البحرين أنا ما أعتبرش نفسي أن أنا مقيم لا أنا من أهل البحرين البلد دي محبة جدا أهلها الطيبين أكيد العلاقة بين الشعب البحريني والشعب المصري علاقة أصيلة منذ أمد التاريخ وتتجسد في الفترة الحالية في أفضل صورها فهي علاقة زي ما قلت لحضرتك علاقة ما بين القيادة هي علاقة بتعتبر من أقوى العلاقات بين الدول العربية وكذلك بين الشعبين محبين لبعض وده بيتمثل وبنلاقي إحنا كجالية مصرية موقيمة هنا في البحرين منذ سنين عديدة البحرين ومصر تحتفظان بسجل تاريخي حافل ومميز فأواصر المحبة التي تجمع الشعبين تتجلى دائما بأبهى صورها في مختلف الأوقات وهو ثمرة لنهج أخوي حرصت القيادتان على اتباعه دوما في مختلف المناسبات على المستويات كافة علاقة أخوية ممتدة عبر التاريخ جمعت أبناء البلدين على الحب منذ عقود خلت فهي علاقة تكامل وانصهار في إطار من المحبة والمودة التي كانت ولا زالت مثلا يحتذا به في العلاقات بين الأشقاء وزادها رسوخا التعاون المستمر بين القيادتين في مختلف المجالات خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين